موسيقى صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من قناة الجديد الأمن القاصر نقل الخطى بين طرابلس وبيروت والصيدة وعلى عينك يا دولة مسلحون ملثمون يقتحمون مستشفى لتهريب مطلوب قنبلة صوتية تروع بيروت قرب الكولة تستنفر الطريق الجديد ويبدأ إطلاق الرصاص ولكي يكتمل مشهد الهيبة المفقودة فإن طلب الاستماع إلى الشيخ أحمد الأسير ضاع في الطريق إلى صيدة فلا مخفر حارة صيدة بلغ الأسير باستدعائه ولا المطلوب أبدى استعداده للمثول معلنا قرارات أشبه بالعصيان علما أنه ينوي اليوم القيام باعتصام في وسط بيروت تضامنا مع الموقفين الإسلاميين وما كاد خبر صيدة يأخذ حجمه حتى ضرب الأمن الفالد قلب بيروت وألقيت قنبلة صوتية قرب ما يعرف بحي التنك فاستنفر الجيش وبدأت التحقيقات الأمنية أما في طرابلس فإن عناصر مسلحة ملثمة اقتحمت المستشفى الإسلامي في المدينة وأقدمت على تهريب محمد يوسف أحد المطلوبين في إطلاق النار على موكب الوزير فيصل كرامي وبعد ساعات قليلة عقد اجتماع في مكتب العميد الأيوبي ضم الشيخين سالم الرافع ونبيل الرحيم الذين سلما الموقوف إلى الأجهزة الأمنية هذا وستعرض الجديد خلال النشر صور دخول المسلحين إلى المستشفى وشمالا وعند منطقة لب قيعة خط البترول قتل المواطن إحسين عزو بنيران القوات السورية وقد أعقب ذلك اشتباكات على الحدود السورية اللبنانية في أكثر من منطقة أو من نقطة عفوا إذن إعادة الموقوف الذي تم تهريبه من المستشفى الإسلامي إلى القوى الأمنية الصورة أصدق من الكلام هكذا وبشكل فاضح تم تحرير المتهم بإطلاق النار على وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي محمد يوسف من المستشفى الإسلامي في طرابلس وإليكم الفيديو الخاص التي حصلت عليه قناة الجديد والذي يظهر فيه عدد من المسلحين الملثمين يدخلون المستشفى بسلاحهم ويحررون يوسف ومساء نجحت الاتصالات بإعادة يوسف إلى القوى الأمنية وتسلمه العميد بسام الأيوبي قائد سرية طرابلس في قوى الأمن الداخلي والشيخين سالم الرافعي ونبي الرحيم نتيجة الاتصالات المساعية التي أمنا فيها بالتنسيم مع مخابرات الجيش تم توقيفه وهو إصار بأهلتنا والذي عنام التحيي في تحيي بالإصار كل واحد مشارك بها العمدية الوزير فيصل كرامي كان قد أكد في اتصال مع الجديد أن هوية الأشخاص الذين قاموا بتحرير يوسف معروفة هذا نتيجة كل التسيب الأمني اللي حاصل بالبلد من شمال لبنان إلى جنوبه وعدم المحاسبة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية لكل ده الاعتباءات وكل هالمخالفات وكل التجاوزات اللي عم مرصير بلبنان وعلى عيني وعينك يا تجر وعيني وعينك يا دولي نحن الحقيقة هل نتأخذ من عند الدولة مش من عند يعني أنه هو موقوف وفعله مقصر نعم فالحقه عند الدولة مش عندنا الوزير كرامي نفط عرودة منزله لإطلاق نار الليلة ألقيت قنبلة صوتية ليلة السبت في محيط نقابة المهندسين في الكولة تبعها تبادل إطلاق النار في المنطقة واستنفار عناصر حزبية في المنطقتين لا سيما أن المكان الذي سقطت فيه القنبلة لا يبعد كثيرا عن مكتب حركة أمل في وطن صيب لكن الحركة نفت في بيان أن يكون الانفجار قد استهدف مكتبها وعلى الفور حضر الجيش إلى المنطقة وسير دوريات في محيط الكولة والطريق الجديد وعزز من تواجده وأعاد فرض الهدوء إلى العاصمة بعد أن أشيع جو من القلق جراء سماع أصوات الرصاص في أحياء بيروت صدر عن قيادة الجيش مدرية التوجيه بيان أعلنت فيه أن المواطن حسين محمد عزو أصيب في منطقة البقيعة خط البترول داخل الأراضي اللبنانية بطلق ناري في رأسه وعلى الفور حضرت قوة من الجيش إلى المكان وتم نقله إلى مستشفى سيدة السلام لقبيات للمعالجة وما لبث أن توفي لاحقا متأثرا بجروحه وقد تم تعزيز قوى الجيش المنتشرة في المنطقة وتولت الشرطة العسكرية التحقيقة في الحادثة بإشراف القضاء المختص شهدت العاصمة بيروت ليلة السبت أول زواج مدني في لبنان رعته قناة الجديد في فندق فينيسيا للثنائي نضال وخلود الذين عقدا قرانهما مدنيا في لبنان واعترفت بقانونيته وزارة العدل الحفل حضره عدد من الشخصيات السياسية المؤيدين للزواج المدني ولفت حضور نجل النائب وليد جملاط تيمور الذي ألقت تحية على العروسين وشارك في الحفل لبعض الوقت العروسان تمنوا أن يكون زواجهما هذا فاتحة إقرار قانون الزواج المدني في لبنان شاكرين كل من وقف إلى جانبهم ترجمة نانسي قنقر وكانت قناة الجديد قد واكبت التحضيرات منذ بدايتها التحضيرات هنا لأكثر من زواج لأكثر من احتفال لأكثر من فرح بعد الوزراء والتظاهرات والاعتصامات ومؤسسات الدين واستشارات العدل وحملات الفيسبوك وتويتر اليوم يتزوج بطلان بعيدا من ضوضاء المعارك طعي نقعد بالفين مش لاحد هالفين حبيني وفكري شوين ندال هو نفس يمكن هو شريك الحياة هو الأحلام هو الخطوة اللي عم نبنيها على سعيد حياتنا الشخصية وعلى سعيد الوطن بشكر الدنيا والقدر والله اللي عرفنا عليا لأن لو لا ما كنت مشيت هيدا الطريق أكيد ما كنت لقيت حدا بيمشي معا هيدا الطريق زواج اليوم يتم بين ثلاثة في العرس هذا ينضم مناضلين كثر أسماؤهم مجهولة جعلوا من استحالة زواج خلود ونضال فرصة بدي أقول للآخرين كلهم اللي دافعوا عننا لأن في ناس كانت بالمواجهات مع الناس بدي أقول لهم شكراً كثير أنه آمنوا فينا وآمنوا بالمشروع كزواج مدني لأنه بالآخر بيهدف لدولة في عنده مواطنين ونحن منفتخر حتى لو بدي يكون أبننا بس يخلق ما عنده قانون أحوال شخصية لبنانية نحن منفتخر أنه أبننا حيكون أول ولد بعين لمدنية تؤمن وتطالب بالدولة اللبنانية المدنية مش الطائفين وحدك ولا ولا شيء قلبي عم بيرقوس لتليفزيون الجديد بدي أقول لهم شكراً على كل شيء يقدموا كانوا كثير كرامة على الخط اللي مآمنين فيه وعم يمشوا فيه وعم يكافوا فيه للآخر وإن شاء الله هيدا الشيء بيكون كمان بوزيتف أفكت للمجتمع اللبناني الجديد تدخل الأراضي السورية التي يسكنها لبنانيون على الحدود مع الهرمل فما هي هذه البلدات وما هو عدد سكانها الجزء الأول من سلسلة تحقيقات من سوريا للزميلة نوال برري لبنان عيننا اللي نشوف فيها سوريا إيدنا البطع ميناء ما لنغن يعني عيني لو قلعت وإيدي لو قطعت ما علي يغني عن التنتين يلا ماشي أنا شوية بطلع يلا قليك عن التنتين خلينا ياك فلا خلاصة في حاجة في الله أحلى من المساعدة هايك فيكم بحس هايك فيكم بحس هايك فيكم سوريا حاميها أسد سوريا صار فيها هايك من كتر الحسد الحسد يتو صار فيها هايك على الرغم من العنف المحيط بهم وأعمال الخطف المتواصلة والهجمات على بلداتهم فإن اللبنانيي هذه الأراضي السورية صامدون هنا هذه القرى السورية جغرافيا واللبنانية قلبا وقالبا ولكن في ظل المستجدات الأخيرة وتهديدات الجيش الحر وتعدياته على اللبنانيين وبيوتهم كان الدخول عملا لا بد منه أهلين في هذه الأراضي لم يفتحوا الطريقة فحسب أمام الجديد لإسماع صرختهم بل فتحوا بيوتهم لنا أيضا كل عام يا أهلا كيف سهلة حبيبتي كيف صحتك يا روحي يا أهلا وسهلة زارتنا الباركة أكثر من عشر بلدات سورية جغرافيا ما هي إلا مسقط رأس أكثر من 30 ألف لبناني حكم عليهم التقسيم القصري لحدود البلدين أن يعيش الصراع السوري على خطيه الأمني والمعيشي رهلة دخول هذه البلدات تبدأ عادة من منطقة القصر اللبنانية حيث آخر نقطة فيها هي أول نقطة عسكرية للجيش السوري الذي يراقب هذه الحدود البلدة الأولى تبعد نحو 500 متر وهي مطربة وعدد سكانها 700 نسمة وأبرز عائلاتها قطايا وحميده ثم زيتا وهي أكثر البلدات التي اشتهرت أعلامياً بسبب المعارك التي دارت على أطرافها بكثرة وعدد سكانها 4000 لبناني وتقطنها عائلات سليمان دريس وزيدان ثم تطالعنا السكماني بعدد سكانها البالغ 400 نسمة وعائلتها مدلج ثم هناك الفاضلية وسكانها 1500 نسمة وتسكنها عائلة مدلج أيضاً حويك وتعد 2500 نسمة سكانها الزعيتر والجمل وعلى المقلب الآخر من زيتا تقع بلدتان مصري والسويدي ويقطنها لبنانيون وسوريون من الطائفة السنية وهما بلدتان ملاصقتان لزيتا الشيعية وإذ حاول البعض أحداث فتنة مذهبية بين هذه القرى فإن وحدة أهلها التاريخية لم تتزعل نحن عشنا زيتا والمصري كأننا طائفي وحدي ما فرأت لا سني ولا شيعي بس هذه الشغلات التي صارت بالآخر يعني أجتنا مستوردي ولحدها الحمد لله المصري وزيتا بيت واحد ما في عنا أي تفرقة لا شيعي ولا سني هون بالمنطقة بس إجتنا يد غريبي على البلد هي اللي حطت التفرقة بيننا وصارت تقتل من الجهتين سواء سني ولا شيعي ما عنده فرق هي هؤدول يجيين من بره ما عنده الفرق المهم تدمير البلد اليوم حدا عم بتعرض لكم أنتوا كسورية بهالمنطقة والله تهديد كتير عم نسمعوهم ليه عم بهديدوكم؟ ليش ما أمنا بالثورة؟ ليش ما أمنا معهم بالثورة؟ وليه ما أمتم معهم بالثورة؟ لأن ثورة فاشلة على شو بدنا نقوم نحن؟ على شو بدنا نقوم الثورة؟ شو مبادئ الثورة هني لحتى أمين عليها لحتى نقوم عليها نحن؟ شو هي المبادئ تبعها؟ هي تكسير الوحدة السورية العسكرية السورية مشان ترتاح إسرائي؟ أصف صوفي عدد سكانها مائة نسمة عائلاتها خير الدين والهق أما الحمام أكثر الجبهات اشتعالاً فعدد سكانها خمسمائة نسمة ولبنانيوها يشكلون خمسة وسبعين في المائة عائلاتها حميدي ومسرة وفي هذه المنطقة وقع الاشتباك مع الجيش الحر واستشهد اللبنانيان أسامة مسرة وعلي مدلج فماذا يقول أهالي الشهيد مسرة؟ ولماذا الهجوم على هذه المناطق من قبل الجيش الحر؟ غداً لأنهم هني عم يأوسوا علينا وعم يهاجمونا ما نحن عم نهاجمون إضراب المطالبة بإقرار السلسلة يحط رحاله أمام مبنى تيفئة في يومه الخامس تجه إضراب الهيئات النقابية إلى مبنى التيفئة التابع لوزارة المالية حيث حضر الاعتصام موظفو الإدارة إضافة إلى جميع الهيئات المنضوية تحت هيئة التنصيق النقابية رئيس الهيئة حن غريب أكد أن أية محاولة لتفريق المضربين ستبقوا بالفشل وشن هجوماً على رئيس الحكومة نجيب ميقاطي وعلى الهيئات الاقتصادية قلت يا دوت الرئيس بدك اتمول السلسلة وقدمت الاجتماع من يوم الثلاثة إلى الثنين بانتظار يرسل الوزير العريضي المشروع تابع زيادة عامل الاستثمار مبارح اتصلنا بالوزير العريضي وأكد لنا الوزير العريضي أنه المشروع موجود عندك يا دولة الرئيس جاوبناه إذا ما فيك على الجمال فيك فكرك على الجمال أنه يعني فكرك ما بتقدر على الهيئات الاقتصادية ولا بتدق بموضوع زيادة عامل الاستثمار ولا الأملاك البحرية جاي لاحق المتقعدين راكد وراء المتقعدين اللي على حفة قبره رايح تضرب علىه ضريبة قصما قصما بالحق بالعدالة أنه ما بيندق بفرنج واحد من حقوق المتقعدين نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمي محفوظ أعلن عن خطوات تصعيدية بدءا من يوم الاثنين ديقول لأهالي طلابنا ولطلابنا الأعزاء أنه أررت هيئة تنسيق النعابية التصعيد ابتداء من يوم التنين يعني ما يتعذبوا طلابنا الأعزاء وأهاليون يوم التنين حدا يتوجه للمدرسة الخاصة لأنه ابتداء من الساعة ستة صبح جميع المدارس الخاصة ومداخلها حيكون مقفل نعتزر منهم سلفا ما في حدا بفوت عصفه وغيره ما عم يتعلم جميع طلاب لبنان سواسية بالقطاع الخاص والقطاع الرسبي وعقد من دبور روابط المكون لهاية التنسيق في المحافظات اجتماعا قرروا فيه تنظيم تظاهرة مركزية في بيروت بالتزامن مع موعد جلسة مجلس الوزراء وإقامة اعتصام للاثنين أمام المصرف المركزي وتنظيم اعتصام دائم مقابل وزارة المالية مبنى التفئة ردا على تهديد وزير المالية لموظفها إضافة إلى تدعيم مواقف المعلمين في المدارس الخاصة بالاعتصام أمام تلك التي ترغم معلميها على عدم الإضراب أهلا من جديد العلماء المسلمون يعتصمون على طريق المصنع تنديدا بمرور شاحنات المزوت إلى الداخل السوري اعتصمت هيئة علماء المسلمين والقوى والأحزاب الإسلامية على الطريق الدولية ديرزنون المصنع تنديدا بمرور الشاحنات المحملة بمادة المزوت إلى سوريا لتزويد النظام بهذه المادة المتحدث باسم العلماء المسلمين الشيخ يحيى البريدي حذر الدولة اللبنانية من استمرارها في السماح بمرور الشاحنات إلى النظام السوري نجتمع هنا لنقف في وجه حافلات نعتقد جميعا بأنها حافلات تنقل أدوات القتل للنظام السوري ولو قال من قال ما قال فالناس ترى ولها عقول ولها أعين فنحن بدورنا كعلماء وكأهالي منطقة نساعد الحكومة لتنأى بنفسها لأن الحكومة عجزت في كثير من المواقع أن تنأى بنفسها نحن كأهل السنة والجماعة نشعر أن هذه الخزانات هي فتيل إشعال فتنة في بلد لا نريد أن يشتعل المعتصمون توعدوا الدولة بخطوات تصعيدية في حال عدم تحركها السريع أنصار الأسيري وقرصنون موقع مجلس النواب والأمانة العامة ترد وأخبار أخرى من مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميل إبراهيم تسوئي موقع مجلس النواب على شبكة الانترنت lp.gov.l تعرض صباح اليوم للقرصن من مجموعة تطلق على نفسها اسم تيم كويت هاكرز وتم وضع صورة أحمد الأسير على الموقع مع أنشيد وتم كتابة رسالة من القراصن الإجافية لكم الله يا أهل السنة في لبنان كم عشتم في تضييق واضطهاد وتهميش من حزب الله الذي ادعى أنه يدافع عن الإسلام والمسلمين والتضييق على أهل السنة والجماعة في لبنان من حكومة وحزب مجوسي وصار يعبر الدول وطال دولة سوريا الشقيقة الحبيبة بعد هروب بشار النعجة منها وقاتل أخيه أخزاهم الله في الدنيا والآخرة والآن أتينا لكم وفي قلوبنا غصة ونقول لكم كفى دعما للنعجة وأتباعه ولا ولحئا تمت سعادة الموقع من قبل إدارته وصدر بيان عن الأمين العامي لمجلس نواب أكدت حدوث القرصنة وحذرت المسؤولين عنها الفعل بالملاحقة القضائية على تويتر الرئيس الحكومي نجيب مياتي أطلق موقف مهم من القانون الأرتودكثي فكتب المشروع الأرتودكثي للانتخابات النيابية لا يمكن أن يمر لأنه يخالف جوهر وجود لبنان وروحية العيش المشترك وتبع علينا جميعا التفكير في كيفية تحقيق التمثيل الحقيقي لجميع الطوائف اللبنانية ولكن عبر قانون انتخابي لا يضرب في الصميم عيشنا الواحد وأضاف إن كان الهدف الظاهر من المشروع الأرتودكثي أعطاء الطوائف حقوقها إلا أن جوهره الحقيقي ضرب الوحدة اللبنانية في الصميم وشردمت العائلات الروحية وختم مئاته ملتزمون بمشروع الحكومة والقاضي بالنسبية على أساس 13 دائرة انتخابية وفي حال تعثر ذلك فتكون الانتخابات على أساس مختلط نصف نسبي ونصف أكثري معهد الخبر موصل لختم فقارتنا لليوم أن ابطلال إرسلان يعلن من عين التيني تأييده كل طروح الرئيس بر التوافقية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة من عين التيني أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان تأييده لكل طروحات الرئيس بر التوافقية لا سيما فيما يتعلق بقانون الانتخاب دعين الجميع إلى الالتفاف حوله لتقطيع المراحل بأقل الخسائر الممكنة موقف إرسلان جاء عقب زيارته الرئيس بر يرافقه الوزير مروان خير الدين والنائب السابق مروان أبو فاضل هناك مشاريع وهناك عدة طروحات وآخر مرة بالليجان المشتركي صار التصويت على القانون اللقاء الأرثودوكسي والرئيس بر يفاتح مجال طبعا مش محدد لجمعة أو لجمعتين فالكلام اللي بيقول أنه الرئيس بر عطى جمعة للتوافق وهذا الكلام مش صحيح لا من قريب ولا من بعيد إنما هو حاضر للتوافق ولتقريب وجهة النظر بين كل الفرقاء اللبنانيين للتوصل إلى شاطئ الأمان في مخص قانون الانتخاب ومن زوار عين التيني وفد الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية ووفد من العتبة الحسينية المقدسة في العراق دعاه للمشاركة في احتفال إزاحة الستار عن المبنى الجديد لضريح الإمام الحسين في كربلاء الوزير السابق عبد الرحيم مراد ينتقد قوانين الانتخاب الطائسية ويطالب بقانون نسبي يكون فيه لبنان دائرة واحدة أو خمسة دوائر قانون الانتخاب وانتخابات المجلس الإسلامي الشارعي كانت محور الزيارة التي قام بها رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد والنائب السابق جهاد الصمد إلى الرئيس عمر كرامي في دارته بطرابلوس مراد أعلن أنه ضد القانون الأرتوذكسي الذي يندرج ضمن الطرحات والمشاريع الأخرى التي تحرد على الطائفية أو المذهبية الموضوع الأول قانون الانتخاب تحصل حاصل نحن ضد الستين وبالتالي ضد الأرتوذكسي ومع القانون اللي بيستمد من جوهر الدستور اللي هو نظام نسبي على قاعدة لبنان دائرة واحدة وإذا كانت في صعوبة تنفيذ بهذه المرحلة إقرار هذا القانون ربما ممكن يكون على خمس دوائر بدل دائرة واحدة لبناء كل دائرة واحدة يكون على خمس دوائر وفي موضوع انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى دعا مراد إلى تحييد دار الإفتاء عن كل الصراعات والمناكفات لأنها مؤسسة للجميع ولا يجوز أبدا التجريح فيها أهلا بكم من جديد وفاة أسير فلسطيني تحت التعذيب في أحد السجون الإسرائيلية وتصعيد في الاحتجاجات والمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال توفي الأسير الفلسطيني عرفات شهين شعوان جرادات عن 30 عاما في سجن مجدو الإسرائيلي بالنسبة لي بحمل مسؤولية الكاملة المتكاملة لا ضباط وإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية أخذوه قبل خمس أيام قبل ست أيام طبعا من البيت ولما من خلال ما قال ودعوا لها كفمة المغزى إن في تصفي العرفات جرادات من بلدة السعير في محافظة الخليل وفيما أعلنت مصادر إسرائيلية أن الأسير جرادات تعرض لنوبة قلبية حادة أدت إلى وفاته حمل وزير شؤون الأسرة والمحررين عيسى قراقع الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير جرادات وقال إن الأسير جرادات استشهده بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله وهو موقوف في سجن مجدو مؤكدا أن الأسير جرادات يخضع للتحقيق منذ اعتقاله وأضاف قراقع أن محام الوزارة كاميل صباغ زار الشهيد جرادات قبل يومين في تحقيق الجلم وشكى من تعرضه للتعذيب وضغوط قاسية نجم عنها مشاكل صحية مؤكدا أنه استشهد جراء التعذيب خلال التحقيق معه وطالب قراقع بتشكيل لجنة التحقيق دولية في ظروف استشهاد الأسير جرادات يعني رواية مصلحة السجون يعني على الأرجح أنها رواية كاذبة الأمر الذي يستدعي تحقيقا حياديا وسنعمل خلال هذه الليلة على أن يكون هناك طبيب فلسطيني يشارك في عملية التشريح حتى لا تصادق مؤسسة طبية إسرائيلية على الرواية الكاذبة ويخود أربعة أسرى فلسطينيين إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم وشهدت الأراضي الفلسطينية مواجهات في أكثر من مكان تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام وذكرت مصادر فلسطينية إن سبعة فلسطينيين أصيبوا بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في نابلس شمالي الضفة الغربية وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية المحامي شيرين العيساوي شقيقة الأسير الفلسطيني سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ أكثر من مائتين وعشرة أيام في السجون الإسرائيلية وذلك بعدما اعترضتها سيارتان شرطة وسيارتان عسكريتان وقام الجنود بمحاصرتها وتفتيشها واحتجازها ساعات عدة قرب بيت حنينة وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسبوع الماضي شادي العيساوي شقيقة سامر وشيرين بهدف الضغط على سامر لوقف إضرابه عن الطعام المعارضة السورية تعلق مشاركتها في مؤتمر أصدقاء سوريا وعدد ضحايا مجزرة الصواريخ على حلب يتخطى المائتين صواريخ سكادي الباليستية التي دربت حلب مخلفة مجزرة جديدة راح ضحيتها العشرات دربت معها كل الجهود الرامية إلى حل سياسي للأزمة السورية ففي بيان له علق الائتلاف السوري المعارض مشاركته في مؤتمر أصدقاء سوريا المقبل في روما احتجاجا على ما وصفه بالصمت الدولي إذا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري كما قرر رفض دعوة لزيارة موسكو أما زيارة واشنطن فقيد الدرس وطالب الائتلاف شعوب العالم كافة باعتبار الأسبوع الممتد من الخامس عشر إلى الثاني والعشرين من أذار المقبل وهو الذكرى الثانية لانطلاق الثورة السورية أسبوع حداد واحتجاج في كل أنحاء العالم في هذا الوقت ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من خمسين قتيلا ونحو مائة وخمسين جريحا بحسب المرسد السوري لحقوق الإنسان في سقوط صواريخ أرض أرض على حي طريق الباب في شرقي مدينة حلب شمالي سوريا وأوضح المرسد أن عدد القتلى مرشح لارتفاع بسبب استمرار وجود أشخاص تحت الأنقاض بينهم عشرة أشخاص من عائلة واحدة إلى ذلك أعلد الجيش السوري الحر سيطرته على كتيبة الدفاع الجوي 113 بريف دير الزور الغربي وعلى مركز البحوث النووية في الكبر ومبنى العيادات الشاملة والصالة الرياضية ومقر الهجانة وكتيبة النيران المحاذية لللواء 132 للدفاع الجوي بالمحافظة في المقابل نقلت سانا عن مصدر إعلامي أن الحكومة السورية كانت وما زالت تعتقد أن النصر الحقيقي الذي سيتحقق سيكون لكل السوريين وأن الحل السياسي هو الطريق لتحقيق هذا النصر وأضاف المصدر أن شكل النظام السياسي وطبيعة الحكومة والانتخابات شأن سوري والرئيس بشار الأسد لا يناقش هذه المسائل الداخلية مع أحد غير سوري ورأى المصدر أن الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير قادر على فهم المنطق السوري الذي يضع مفهوم السيادة قبل أي مفهوم وفوق أي اعتبار هذا وشيعت سوريا لعب الوثبة يوسف سليمان الذي استشهد الأربعاء الماضي عن 25 عاما إثر اعتداء بقضائف الهون على فندق تشرين الرياضي أسفر أيضا عن جرح ثلاثة لعبين آخرين من نادي النواعير استشهاد يوسف وجرح رفاقه كان سببه المباشر انهيار ألواح الزجاج عليهم بعد ارتجاج المبنى بأكمله حسب شهود عيان وأرسل جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خطابا إلى اتحاد كرة القدم السوري وعائلة الفقيد وأحبائه أعرب فيها عن تعزيه لاستشهاد يوسف سليمان والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الأحد 24 الشباط 2013 ونبدأ مع النهار تفلط أمني يسابق الأزمة الانتخابية المفتوحة الجميل للنهار لا نناور في تصحيح الخلال الاتلاف السوري يعلق زيارات لواشنطن وموسكو احتجاجا على الصمت الدولي حيال الجرائم المرتكبة الفاتيكان يرد بعنف على الادعاءات عن اللوبي المثليين ضغوط غير مقبولة قبل انتخاب بابا جديد ننتقل إلى الديار حلف الرؤساء سليمان بن ريمقاتي سيسقط أو سيسقط القانون الأرثوذكسي الملك عبدالله ثاني يعرض وسطته بين سوريا والسعودية معركة حلب هي الأقوى والمعارضون يتدفقون من الريف إلى المدينة حرب حقيقية بين سوريا وقطر سوريا تدخلت وصالحت الرئيس سليمان والوزير فرنجي عون استطاعت عديل الطائف قال لهم غيروا حرفا واحدا بالانتقال إلى المستقبل الراعي أكد لعون في اجتماع بكركي وجود اعتراضات مسيحية واسعة على اقتراح آملا البحث عن بديل سليمان أنا الماروني الأول وسأطعنوا بالأرثوذكسي مسلحون من الأنبار يستولون على شحنات ضخمة من الأسلحة مهربة لنظام الأسد الائتلاف السوري يعلق زيارتيه إلى واشنطن وموسكو خمسة وعشرين جريح أحدهم بحال الخطر برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين ملف المصالحة الفلسطينية ينفجر بعد مشادة بين الأحمد والدويك في أبرز عنوين الحياة السعدي يتهم أمريكا بتسليم البلاد إلى إيران زعيم حزب الله العراقي يهدد الأكراد والكويت ويؤكد أن جيش المختار يضم مليونا بينهم سنة ثلاثة قتلى من أنصار البيض في اشتباكات بجنوب اليمن الائتلاف قطعوا الطريق على زيارة الخطيب لموسكو وحملها مسؤولية دعم النظام بالسلاح المعارضة تعلق اتصالاتها مع العالم احتجاجا على صمته أخيرا مع أبرز عنوين الشرق الأوسط البرادع يدعو إلى مقاطعتها وجبهة الإنقاذ مهددة بالتفتت مرسي يستجيب لمسيحي مصر ويعدل موعد الانتخابات قيادات أمنية وعسكرية تجتمع للتباحث وهاد يحذر إحراق مقرات لحزب الإصلاح الإسلامي جنوب اليمن المعارضة ستعلن في اسطنبول حكومة موقتة مناشدة دولية للإتلاف التراجع عن مقاطعة أصدقاء سوريا في روما كان في النشرة الجديد تعرض صور اقتحام المسلحين المستشفى الإسلامي قنبلة على حي التنك في الكولا يعقبها رصاص الكاميرا في قلب قرى لبنانية داخل سوريا وهيئة التنسيق تنسق لاثنين مقفل إذا ما فيك على الجمال فيك فكرك على الجمال وفي النشرة الجديد تزف أولى زواج مدني هذا كان كل شيء في نشرتنا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في موجزن عند العاشرة والنصف ضمن برنامج الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر